أصداء تمرد مجموعة فاغنر في روسيا لا تزال محل اهتمام أوروبا وحلف الناتو فما شهدته الأراضي الروسية ليس حدثاً عادياً وانعكاساته تؤثر على النظام السياسي العالمي وأمام ما حصل يقول الأمين العام للناتو يانس ستولتنبيرغ إن الأحداث التي شهدتها روسيا شأن داخلي لكنها تثبت الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا اليوم نبعث رسالة أننا سوف ندافع عن أراضي الحلفاء ولا بد أن نستمر في استثمار القدرات الضرورية للدفاع عن أمن الناتو إن انضمام فنلندا والسويد للحلف يساهم في تعزيز دفاعاتنا في بحر البلطيق كما أن الأحداث التي شهدتها روسيا شأن داخلي وهي دليل آخر على فداحة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه بوتين وعلى نحو الموازن أدل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدلوه تجاه تمرد فاغنر إذ أشار إلى أن حركة التمرد الفاشلة في روسيا كشفت أن النظام السياسي يعاني نقاط ضعف وما أقلق بوريل هو السلاح نووي الروسي حيث قال أنه ليس من الجيد أن قوة نووية مثل روسيا يمكن أن تدخل مرحلة من عدم الاستقرار السياسي مضيفا أن الوحش الذي صنعه بوتين في إشارة إلى فاغنر يتصرف ضد صانعه اليوم وافق مجلس السياسة الخارجية على رفع سقف مساعداتنا العسكرية إلى أوكرانيا بثلاثة مليارات ونصف المليار يورو وأعتقد أن الاستمرار بدعم أوكرانيا أهم من أي وقت مضى لأن الأحداث الأخيرة خلال اليومين الماضيين أظهر أن العدوان ضد أوكرانيا يؤدي إلى تصدعات في القيادة الروسية ويؤثر على نظامها السياسي وقبل تصريحات الاتحاد الأوروبي والنيتو خرجت تصريحات أمريكية على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكين إذ أكد أن الاضطرابات التي حدثت في روسيا قد تستغرق أسابيع أو شهور كما أن الحكومة الألمانية قالت من جانبها أن برلين تأمل في استقرار الوضع في روسيا وبالنظر إلى ما سبق فإن كل التصريحات الصادرة تعكس خطورة التمرد الذي قادته مجموعة فاغنر ضد الدولة الروسية بحسب أوصات سياسية ترجمة نانسي قنقر